قبل ساعات أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب موازنة العام الحالي 2020 يأتي الإقرار في ظل احتجاجات ومواجهات دلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية السبب أن موازنة 2020 تأتي بعد أسبوع فقط من تشكيل حكومة حسان دياب وهي حكومة لم تحصل على فقة الفرلمان بعد الأمر الذي أثار جدلا وطرح تساؤلات عدة تحت أكثر من هاشتاغ حول مصداقية الحكومة وما إذا كان يحق لها إقرار الموازنة أم لا خاصة أن هذه الموازنة كانت قد وضعتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر الماضي الجدير ذكره أنه لم يسبق لمجلس الوزراء في لبنان أن واجه حالة مماثلة بمعنى التزامن بين وظيفته بإقرار الموازنة ووجود حكومة لم تنلثقة ومحصورة بضغوط واحتجاجات شعبية ثقيلة وإصرار من رئيس المجلس نبيه بري على عقدها كما أنه من المقرر أن تبدأ جلسة مناقشة الموازنة على مدى يومين حيث أن اليوم غاب عن الجلسة نواب حزب الكتائب اللبنانية وحزب القوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين يضاف التاني لأن الوزراء الجدد لم يحضروا جلسة دراسة وإقرار الموازنة اليوم للحديث أكثر عن الجدل الدائر حول شرعية وحق مجلس الوزراء اللبناني في إقرار موازنة 2020 والأزمة التي رفقتها ينضم إلينا من بيروت رئيس مؤسسة جستيسيا الفقوقية والأستاذ في القانون الدولية دكتور بول موركوس دكتور أهلا بكم معنا في العربية هل يحق لحكومة لم تنل أثق من البرلمان إقرار موازنة يرجى إعادة طرح السؤال دكتور هل يحق لحكومة لم تنل أثق من البرلمان أن تقر الموازنة الموازنة تقار من قبل مجلس النواب المعضلة هنا في أن هذه الحكومة التي تمثل أمامه لم يعرفها المجلس من قبل وبالتالي لم يحتضدها لكي يعطيها أو يحجب عنها الثقة وهذا هو المبتدأ بالنسبة لأي حكومة يجب أن تعمل أضف إلى كل ذلك أن هذه الحكومة هي أيضا لم تعرف الموازنة لم تطلع عليها أصولا وبالتالي لم تصدر عنها كيف تعبر هي عن أي موقف تجاهها لهذه الموازنة هي قد صيغت من خبل الحكومة السابقة وهذه الحكومة الجديدة لم تجتمع تنفيذيا كي تتخذ قرارا من الإبقاء على هذه الموازنة أو سحبها أو البت باستئخار هذه الموازنة إذن هذه الموازنة لم تعكس ولا تعكس بالضرورة توجه الحكومة الاقتصادية الاجتماعية النقدي المالي في هذه الحالة دكتور البعض تساءل لماذا سارعت هذه الحكومة إلى إقرار موازنة وضعتها حكومة مستقيلة بسبب الاحتجاجات يرجى إعادة السؤال دائما البعض يتساءل لماذا سارعت هذه الحكومة في إقرار موازنة وضعتها أصلا حكومة مستقيلة بسبب غضب الشارع والاحتجاجات الذي سارع هو المجلس النيابي وبالتالي رئاسة المجلس النيابي حرصت على الإبقاء على الجلسة قبل نيل أو حجب الثقة عن الحكومة تعرفين معي أن هذه الحكومة أو سواها تصبح حكومة تصريف أعمال حتى ولو لم يعطيها المجلس الثقة وبالتالي ساعة إذن تكون لها الصفة على الأقل للمثول أمام المجلس أما اليوم هذه الحكومة لا صفة لها كي تمثل أمام المجلس ماذا لو كانت تريد مثلا إرجاء البت بالموازنة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب لا تستطيع ذلك ماذا لو أرادت سحب مشروع قانون الموازنة برمته أو جزء منه كيف لرئيس الحكومة أن ينطق باسم هذه الحكومة طالما هي لم تجتمع تنفيذيا وأصولا كي تتخذ قرارا من مشروع الموازنة المرسل من قبل الحكومة السابقة كيف يمكن لوزير المال الجديد أن يعبر عن منطوق هذه الموازنة طالما أن سلفه هو الذي أرسلها عبر الحكومة إلى المجلس النيابي وبالتالي ثمت تساؤلات كبيرة سبق أن حسمت فيها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في لبنان وهي الهيئة المنط بها تفسير الدستور والقوانين بشكل عام أقول وقد أفتت عام ذاك عام 2013 يوم كان لرئيس الحكومة الميقاطي إشكالية قانونية في ذلك أفتت سلبا كذلك الأمر بالنسبة للإجتهاد والفقه الفرنسي الذي يأخذ منه القانون اللبناني ويستوحي ويقتبس كل ذلك معطوفا على التغيرات التي حصلت في الواقع المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني منذ إرسال هذه الموازنة إلى المجلس النيابي أيام الحكومة السابقة أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع الاحتجاجات الشعبية أدى إلى تغير في الأرقام في أرقام هذه الموازنة خصوصا لناحية الإيرادات المفترضة فكثر من اللبنانيين لا يدفعون اليوم الضرائب والرسوم لأن ليس لديهم الإمكانات لذلك أو لأنهم لا يثقون بأن هذه المدفوعات ستكون أو ستؤدى مقابلها خدمات أو ستكون في مكانها الصحيح في ظل الفساد المستشري وقصور عمليات الإصلاح المطلوبة من المجتمع الدولي كشرط للإفراج عن المساعدات والقرود التي يعد بها لبنان كل ذلك يجعل أن هذه الموازنة لم تعد تعقص بالضرورة الواقع اللبناني وحاجات وانتجارات وأمال اللبنانيين فعلا شكرا جزيلا لك من بيروت رئيس مؤسسة جيستيسيا الحقوقية والأستاذ في القانون الدولي دكتور بول موركوس